فالمراث يؤكد على جدارته ويفوز بكوبها ليBERTADORIS للعام التاني على التوالي ويتأهل. طبعاً، المباراة نبريح لي سقط عشقاً وحباً في الكوبها الإيBERTADORIS، ويسقط عشقاً وحباً في الكرة البرازيلية. لكننا كنا عايزين يعرف مين رايح معنا في كاس العالم للندية، ومن هذه، طبعاً، لاحظات احتفال، لحيبة فالمراث بالفوز بكوبها ليBERTADORIS ، المباراة في المؤتمر الصحفي. وتأهلوا مرة تانية للمشاركة في كاس عالم الأندية اللي هتتلاح فيها الإمارات هل اختلف برميراس السنة دي عن برميراس السنة اللي فاتت هل متوقع أن مشاركته كمان في كاس عالم الأندية تكون مختلفة بالتأكيد فريق كبير فريق اللي يقدر يسيطر على بطولة بحجم الكوبة لبرتادورس سنتين وراء بالتأكيد فريق عنده قدرات كبيرة جدا وفريق محترم جدا خلينا نستقبل في السادسة فابيو سامبليسيو لعب ساو باولو البرازيلي وباليرمو روما السابق هيكون ضيفنا في السادسة على شاشة الأهلي بداية طبعا بشكرك على وجودك معنا وأهلا بك في السادسة خير على الجميع مساء الخير على جميع جماهير النادي الأهلي وفخر كبير وشرف لفابيو الظهور في هذه الأوقات على قناة النادي الأهلي الذي يعتبر ونعرفه دائما ونعرفه جيدا أيضا النادي الأهلي العريكة الذي له صوالات وجوالات في أفريقيا وعلى مستوى العالم وهنا نحن سنتقابل مرة أخرى إذا كان القدر كدأت بالأهلي مرة أخرى أمام بالمراسي البرازيلي نبحث عن السأر في كأس العالم القادم والبرازيل دائما حاضرة في البطلات الكبرى كالنادي الأهلي لهذا شكرا لك وشكرا على التهاني ومبروك لبالميرس من خلال قناة النادي الأهلي فرميامو فابيو قدم أداء رائع جيدا بالأمس أمام فلمينغو واستحق البطولة أمام فلمينغو الذي عاد إلى البرازيل بحصرة كبيرة هو جامهيرو بمن وجهة نظرك سنتين قدر فيهم بالمراسي أن يسيطر على بطولة كوبا ليبرتادوريس بداية هل فيه اختلاف بين الفريق أو بنسخة السنة دي عن النسخة اللي فاتت سواء من حيث الجهاز الفني أو من حيث السكواد واللعبين بكل تأكيد الاختلاف ظهر بالأمس في مباراة الفاينال أمام فلمينغو وبالنسبة لي الاختلاف الأكبر كان عزيمة لعبي بالمراس لأنك إذا تبعت الصحافة البرازيلية والإعلام البرازيلي الجميع توقع أن فلمينغو سيصفر باللقب لكن بالميرس خالف كل التوقعات وقدم أداء رائع والنسخة بالميرس الحالية أقوى من بالميرس العام الماضي ولهذا بالميرس استحق البطولة بالميرس لديه منتصف ميدان قوي جدا ومدافع بلميرس أثبته بالأمس أنهم أفضل مدافعين في الدور البرازيلي وكاموا بتوقف جابي بربوسا ولهذا نسخة بلميرس هذا العام ستتفوق على جميع الأندية البرازيلية وسيكون لها شأن في كأس العالم الأندية طيب بس عايزك تقعد فأعتبرك أن نسخة الأهلي كمان السنة دي أقوى بكتير جدا من نسخة الأهلي السنة اللي فاتت وده يخذنا للمباراة والمواجهة اللي جامعت بين الفرقتين في نسخة كأس العالم الأندية الأخيرة إزاي شفت المواجهة وإزاي شفت النادي الأهلي في المواجهة دي وإنت عموما في البرازيل انتبعاتكم كاتئي عن النادي الأهلي بعد ما قدر يتجاوز بلميرس ويحقق برونزية كأس العالم بكل تأكيد إذا تقابل بلميرس مع النادي الأهلي مرة أخرى ستكون مباراة في كمة الروعة لأن البرازيليين يعشكون السأر ويحبون الأخذ بالسأر لكن أقول لك الأهلي فريق كبير وفريق عظيم ولن يكون سهلا إذا ما قابل بلميرس مرة أخرى في كاس العالم للأندية لأن الأهلي لديه صوالات وجوالات أيضا مع الاندية البرازيلية رغم أنه خسر أمام انترنسيونال ولعب ولكن الأهلي هزيوا النسخة في أفريقيا طبعت كي يكون صادقا المباراة النهائية منذ قليل وشهدت الهدف أمام كايزر تشيفز الأهلي قوي جدا وأيضا أعلم أنه فاز في جميع مباراياته في الدور العام وأنا أعشق ومعجب بحارس مرمى النادي الأهلي أقوى حارس في أفريقيا الآن طيب خلينا روح من الأندية البرازيلية وتتويب بالمراس بالكوبا لبرتادوريس لملف كاس العالم وبالتأكيد تظل البرازيل يعني تأهولها طبعا لكاس العالم بباركلك عليه ولكنه تأهل منطقي وطبيعي جدا لكن هل بتظن أنه تشكيلة السلساء قادرة على أنها تحقق لقب كاس العالم الغاب عن البرازيل بقى له فترة طويلة جدا وتقدر أو تقدر تشكيلة المنتخب برازيلي بقياة نمار أنها تنهي سيطرة المنتخبات الأوروبية على لقب كاس العالم هناك شيئا نهام منتخب البرازيل قام بعمل بطولة رائعة في قبة أمريكا الذي خسر نهائي أمام الأرجنتين ولكن كنا سيئون الحظ أمام الأرجنتين هذا يأخذنا إلى نقطة هامة أيضا بالنسبة لي منتخب البرازيل أقوى وجاهز ذهنيا وتحضيريا وقدمنا أداء رائع في تصفيات المنديال البرازيل تتآهل بسهولة لكاس العالم لأن البرازيل لا أقول ذلك لأن البرازيلي لكن أريد أن أقول أننا أسياد العالم في الكرة الكرة نشأت في إنجلترا لكن البرازيل المتعة الجميع ينتظرنا من أجل تقديم المتعة إذن تآهل البرازيل لكاس العالم تآهل منطقي كما ذكرت لكن المنتخبات أوروبا الآن لديها اسم كبير لكن منتخب البرازيل لديه مجموعة رائعة رافينيا في ليدز يونيتد ولدينا بعض اللاعبين الذين يلعبون في أوروبا وهؤلاء الشباب جميع البرازيل تراهن عليهم وأعتقد بالنسبة لسؤالك أن البرازيل كتقاتل على كاس العالم لأننا غائبون منظفات كبيرة يجب أن نفوز بالبطولة السادسة أنا أتشائم من رقم 6 ولهذا أتمنى فوز البرازيل في نسخة قطرة القادمة خاصة أن الجميع يخشى البرازيل نحن نتفاعل جدا بالرقم 6 هنا في مصر وفي الأهلاء وفي الأهل يعني كل أهلوية رقم 6 بالنسبة لهم ده رقم مفضل جدا في حقيقة الأمر نعم رقم متشائم بالنسبة للبرازيل نريد أن نفوز بالمنديال السادس في تاريخنا طيب خليني أخذك شوية للعبين البرازيليين وإحنا على مدار أكتر من جيل يعني الحقيقة حتى من قبل ما أنا أبتدي أتابع كرة شخصين كان دايماً لابد في جائزة أفضل لعب على مستوى العالم يكون حاضر اسم برازيلي الأسطورة بيلي كان يمكن أشهرهم من بعده زيكو سوكراتس رونالدو البرازيلي كاكا وغيرهم وغيرهم يعني أسماء كبيرة جدا كانت على الأقل دايماً بتخش دائرة الترشيحات لكن في اليمكن 10 أو 15 سنة الأخيرة غاب اللاعبين البرازيليين عن الساحة وعن فكرة أنه حتى يبقى مجرد مرشح للقب الأفضل في العالم من وجهة نظرك إيه السبب في ده وهل بترى النهاردة أن فيه اللاعب برازيلي يستحق أن يفوز بلقب زي لقب البالوندور أو دابست أول شيء أفضل اللاعب لدينا الآن هو نيمار عندما يكون نيمار في حالة زينية جيدة ومستوى رائع نيمار يستطيع أن يصنع الفارق في أي فريق أينما ذهب لكن إذا كان نيمار يريد أن يفوز بجائزة البالوندور يجب أن يكون في نادي كبير في أوروبا يجب أن يفوز بدور أبطال أوروبا يجب أن يفوز بشيء مع منتخب بلاده نيمار ذهب من برسلونة إلى باريس سن جرمان من أجنى أن يفوز بدور الأبطال ويخرج من عبائة النجوم الكبار أمسال ميسي لكن إذا فز نيمار مع باريس سن جرمان ببطولة كبيرة مثل وتأهل إلى مونديال العالم من الأندية وفاز بكأس العالم مع منتخب البرازيل أو كوبا أمريكا سيكون بطل وسيحصل على البالندور لكن إذا لم يفوز نيمار أو أي لعب برازيلي بذلك البطولات صعب عليه أن يتم ترشيحه أيضا لكي يفوز بالبالندور البالندور لا حسابات أخرى أنت تعلمها والجميع يعلمها لكن نيمار لم يفوز بأي تايتل في الأيام الماضية ولا لعبين البرازيليين بمناسبة نيمار ميسي بالتأكيد في مرحلة وجود الإسمين دول في البارسا كان ميسي الحقيقة دايما بيحتل المرتبة رقم واحد وبيجي بعديه أي لعب تاني في السكواد هل تعتقد أن الوضع ده بينطبق كمان على وجودهم مع بعض في بي أش جي ولا شايف أنه الترتيب دلوقتي اختلف بالنسبة لي وجهة نازري وجود ميسي مع نيمار أعتقد ومن وجهة نازري وهذا ليس تحيز لنيمار لكن أرى كرة نيمار أكثر متعة من كرة ميسي ميسي هو أكثر إيجابية لكن المركب التي لديها أكثر من قائد دائما ما تغرق وهذا مثلا يتم تدوله في جميع العالم الآن ميسي يريد أن يقول الجميع أنه نامبر ون في باريس وأنه من يجلب كل شيء لكن نيمار يبقى نيمار من وجهة نظرك مين الفرق اللي هتنافس على لقب كاس العالم اللي جاي مين الفرق اللي عندها قدرة على نتحق اللقب بالنسبة لي ألمانيا دائما مفضلة وقوية جدا وقد رأينا ألمانيا وفرنسا أيضا أسبانيا إيطاليا والبرتغال كد يقابلون بعضهم البعض في الملحق ومن يتآهل سيكون ملشح للفز والبرازيل والأرجنتين هما دائما أفضل سبع فرق أو ستة فرق أو ستة منتخبات في العالم وإذا كنت بتكلم كمان على لقب أفضل لعب في العالم أنا هستثني اسم نيمار من القيمة اللي هقولها لك دلوقتي عشان نبقى موضوعيين وحيادين لو قلت لك الأسماء المرشحة هي ليفاندوفسكي محمد صلاح النجم المصري كيليا نمبابي ليو ميسي وكريسيانو رونالدو ومين الأفضل من وجهة ناظرك ومين يستحق الجيزة أنت نسيت واحد أهم جدا أنت نسيت من أهم اللاعبين اللي قد نسيتهم وقد استطيع الفوز مرة أخرى لماذا لم تذكر روبرت ليفاندوفسكي ليفاندوفسكي وأول اسم أنا ذكرت كريسيانو رونالدو ليفاندوفسكي هو أول اسم أنا ذكرت في القائد يعني يمكن الأسماء اللي ما ذكرتاش سيكون بنزيمة وجورجينيو لكن شايف أنهم ممكن نوعا ما يكونوا بعيد شوية لكن خليني أكلم على الأسماء دي ليفاندوفسكي مو صلاح كريسيانو رونالدو كيليا نمبابي ليو ميسي وليك مطلق الحرية طبعا كيف ترأي اسم صلاح صعب ويعمل عمل جيد هذا العام لكن بالنسبة لي روبرت ليفاندوفسكي يستحق جائزة البالندور هذا العام وسيكون من الظلم إن لم يمنح هذه الجائزة فابيو سيمبليسيو أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في سادسة وبالتأكيد قريب هيكون يا لقاء قبل ما ندخل في كواليس والاستعداد والتحضير لكاس العالم من الوارد جدا يكون فيه مواجهة مكررة طبعا بين الأهل وبالمرس نتمنى هتكون في أدوار متقدمة بتكونش أبدا على التالة والرابع بشكرك شكرا جزيلا وألف مبروك مرة تانية لبالمرس زعيم أندية أمريكا الجنوبية فاصل ونرجع نتكلم بقى على كاس العالم وعن بلوندور وعلى أرعة طبعا كاس العالم للأندية وبالتأكيد طبعا عن مطشاط منتخب مصر في كاس الفيفا للعرب بس بعد الفاصل